اهلا بكم في مجازل لأهم بواقع الأخبار قال مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري بعدا ان قرار مجلس الامن بشأن اليمن والذي وصف ميليشيات الحوثي بالجماعة الارهابية يحد من القدرات العسكرية لتلك الميليشيات ولوح مجلس الوزراء بتحركات ميدانية عسكرية في حال رفض الميليشيات للحل السياسي ناقش المجلس عددا من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار المجلس الامن والبناء على استمرار الإجماع الدولي تجاه الأزمة في اليمن ولوح المجلس بتحركات ميدانية عسكرية ستغير خارطة العمليات العسكرية باتجاه تسريع انهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة إذا واصلت بشيات الحوثي رفضها للحل السياسي منوها بالعمليات العسكرية وبإسناد كبير من التحالف العربي في مختلف الجبهات أعلنت منظمة أطباب لا حدود تعليق نشاطها مؤقتا في مستشفى عبسة بمحافظة حجة وبرنت مصادر هذا الإجراء بأنه نتيجة لخلافات نشبة بين المنظمة وميليشيات الحوثي وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إنها علقت من نشاطها في مستشفى عبسة في محافظة حجة ابتداء من الأول من مارس 2022 وأكدت أن التعليق مستمر في حين يتفاوض ممثل المنظمة مع السلطة المحلية الخاضعة للمشيات لضمان أمن وسلامة الفرق الطبية والمرضى في المستشفى عقد محافظ حضر موت اللواء الروكن فرد البحسني اجتماعا ضم المختصين من السلطة المحلية بالمحافظة وجمعية الإبداع الرقمي الصيني نقش الاجتماع الفرص الاستثمارية بحضر موت وأولويات احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية وفي مقدمتها تحصين منظومة الكهرباء ووضع حلول سريعة لتحصين خدمة التيار كهربائي خلال الصيف القادم أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبية المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثير بالدور المتميز لقناة الغد المشرقة في مواكبتها لتغطية الأحداث في المحافظات الجنوبية وعلى مختلف العصيدة وأكد الكثير خلال زيارته لمكتب الغد المشرقة بمحافظة حضر موت أن القناة أبلت بلاء حسنا في تغطيتها المتميزة بمهنية عالية منذ انطلاقها حتى اليوم من خلال مواكبتها لكل الأحداث السياسية والمجتمعية والثقافية وكذلك العسكرية مشيدا بطاقم القناة العامل في حضر موت وتفانيهم البستمر أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن بعض مرضى كورونا قد يصابون بالسكر بصفة مؤقتة بسبب الإجهاد الحال للعدوى الفيروسية وقد يعودون إلى مستويات السكر في الدم الطبيعية بعد وقت قصير من الخروج من المستشفى وجرى الإبلاغ عن معدلات عالية من داء السكري الذي تم تشخيص حديثا في حالات دخول المستشعات بسبب كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم ومع ذلك لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الظاهرة تمثل إصابة جديدة بالسكر حقا أو حالات لم يتم تشخيصها من قبل وهو ما يثير تساؤلات عن سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم هذه المجزلة لقاء